ضمن اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو شيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو شيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس اطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية حيث تضمن التقرير مجال الضمان الاجتماعي الذي يشمل المساعدات الاجتماعية التي بلغت قيمتها قرابة 435 مليون درهم استفادا منها قرابة 11 ألف شخص فيما بلغ عدد المستفيدين من المنحة التكملية لمتقاعدية الإمارة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة قرابة 5000 مستفيد بقيمة بلغت قرابة 240 مليون درهم كما شمل التقرير أيضا جهود دور الإيواء التي يبلغ عدد المقيمين فيها 325 شخصا بالإضافة إلى التعامل مع عدد من البلاغات العاجلة وغير العاجلة لفاقدي الرعاية الاجتماعية فيما بلغ متلقو خدمات كبار السن وذوي الإعاقة 6144 مستفيدا وبلغت برامج تفقيف الاجتماعي ما يفوق 5000 برنامج استهدف أكثر من 140 ألف شخص وصولا لعدد ساعات تطوعية وصل إلى ما يقارب المليون ساعة وجهود ميدانية في التفتيش عن التراخيص المهنية وزيارات بلغت قرابة 1000 زيارة المجلس اطلع أيضا خلال جلسته على رد هيئة الإنماء التجاري والسياحي على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الهيئة والذي يبين أهمية التوصيات والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز مكانة الإمارة السياحية اشتركوا في القناة